يعني انا ارجو ان الناس اللي بتتكلم على الاختصاد بشكل عام او تكلموا على المعشرعات التنمية بشكل ايه ارى شوية يعني لو ارى شوية وشاف الموضوع ابعاده ايه يعني ممكن تتكون شايف في حاجة بتعمل وما ينفحش يتقال كل شي اهو ادي خطوط طرق قدام حضراتكم دي خطوط طرق في افريق يعني ادي كل دي شبكة طرق قدامكم زي ما انت شايفين اهو قدام حضراتكم خليني ادي من القاهرة اهو شايفين الطريق دهو شايفين الطريق اهو الطريق اللي بالاحمر ده لغاية ما يوصل لفين لجنوب وفرق زي ما قلت لحضراتكم و ادي طريق تاني اهو و ادي طريق تاني اهو برضو الطريق بقى اللي بقول لكم عليه اهو اخد بالك الطريق ده طالع منين من برسعين الطريق الدولي من برسع اهو مر بليبيا بترابلس وسطونس الجزائر قدام حضراتكم وصل لغاية المغرب طالع اهو شايفين ربط مع الطريق التاني كل دي مجموعة طرق يا جماعة لو مفيش طرق مفيش نقل ولو مفيش نقل مش هيبقى فيه تحقيق نظرية المزان نسبية دولة تزرع و دولة تستهلك دولة تزرع و دولة تصنع دولة تصنع و دولة تستورد دي شبك للطرق و مصر جزء اساسي ليه احنا مش عايزين نستفيد من موقعنا الجغرافي ليه مش ليه مستقترين علينا نستفيد من موقعنا من شبك للطرق شايفين دولة دي القارة الافريقية جماعة دي القارة الافريقية شايفين حجم الطرق اللي بتربط مصر بالقارة الافريقية انا الطريق الاساسي هو و انا الطريق الفرق اللي بتعمل دلوقتي اللي بتعمل من هذا الوقت عشان يربط و يجي يتحرك بهذا الشكل عند طريق دولي شمالي و عند الطريق اللي هتحرك على السودان و منها الى باقي القارة الافريقية زيبان شايفين بالتالي أنا لما أتكلم على المشروعات اللوجستية وبقول إنه إحنا بنينا مشروعات بنية تحتية هذه المشروعات بتمثل منصة لإطلاق الفرص الاستثمارية وجاذب الفرص الاستثمارية بس موضوع الاستثمار موضوع يتكلمنا فيه كتير واسمعنا عنه كتير لكن إحنا في أمس الحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات بتاعتنا لأنه إحنا متكلم على 100 مليار دولار صدرات ده هدف استراتيجي عايزة أوصل بالنتج المحل الإجمالي بتاعي إلى تريليون دولار والرئيس مرة قال عايزين نوصل بالموازنة أو الميزانية لتريليون دولار إحنا عندنا أحلام كبيرة وأحلام عريضة لكن إحنا بس عايزين نتخطى التفاصيل نتخطى اللحظة الراهنة نتخطى الكثير من مش عايز أقول نوع من الجدل والحوار مطلوب لكن في حوار بيبقى حوار سلبي وفي حوار بيبقى حوار إيجابي في واحد مش فاهم وعايز يفهم بجد وفي واحد متلخبط وعايز حد يوضح له ده على رأسي في واحد الدنيا بتكون واضحة هو بيحاول يلخبطها هو بيحاول يلخبطك هو عايز يلخبطك هو عايز يقول لك كان إيه لازمته الطريق اللي هيتعامل في شمال مصر يصل إلى مثل ليبيا يقول لك إيه لازمة الطريق اللي هيتعامل في محاذات البحر الأحمر في السويس والسخنة وغيره واحد ثالث يقول لك يا عم إيه لازمته القطار كل واحد بيقول وفقاً لوجهة نظره وفقاً لما يرى لكن عندما يرى الصورة كاملة أنا أتصور أنه سيرى كيف تفكر الدولة وكيف تحرك الدولة دلوقتي بتعمل بنية تحتها الدولة دلوقتي بتجهز المسرح لاستقبال المستثمرين اللاعبين الأساسيين اللي احنا مفروض نعتمد عليهم وعايز الناس تفكر أنه الاستثمار دلوقتي ملوش جنسية الاستثمار والفلوس والمصانع والصناعات والاقتصاد ملوش جنسية يعني أنت اجزب استثماره خلاص مش مهم جاي من ايه ما تعودش تأول سياسياً كل حاجة تجيل ايه الحق دي جاي من فلان ايه الحق دي جاي من الدولة الفلانية ايه الحق دي عايزين يستثمره ويستورده ويسيطره على قطاع كذا ما هو عندك في البلد البلد بتبص من فوق قولك فيه قطاعات استراتيجية محدش هيخش فيها خالص فيه قطاعات هيخشوا بالمشاركة معايا فيه قطاعات هاسمها خالص وفقاً ليه رؤية الدولة اللي هي مدروسة بالمناسبة من كل الخبراء بيقولوا أنه فيه حاجات الدولة المفروض تطفع منها ملهاش ومالفروض متعودش فيها قطاع الخاص يقوم بيها فيه حاجات القطاع الخاص بنفعش يدخل فيها على الإطلاق وفيه حاجات بالمشاركة بنسبة متفاوضة خلينا نتحرك وإحنا عندنا نوع من القناعة إن إحنا ماشيين صح خلينا نتحرك لقدام وإحنا عندنا قناعة عرقية إنه قدامنا فرصة خلينا نتحرك وإحنا عندنا قناعة إنه الظروف الصعبة اللي موجودة بيمر بالعالم متأثرين بيها لكن هيا بنحاول نحاول الصعوبة لفرص نحاول نحاول التحديات لفرص وفي أكتر من مجال إحنا أه ما عندناش بترول كتير وما عندناش دهب وما عندناش غاز كتير وما عندناش وما عندناش عندنا نقدر نعمل طاقة شمسية نقدر نعمل وقود من المصادر غير الناضبة اللي هو الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة رياح وشمس وغيره نقدر نعمل من الرمال البيضة والصمرة نعمل منها كل ده يا جماعة نقدر نعمل أسمدة نقدر نكون لنا دور في الأسمدة يعني إحنا عندنا بنحاول نخلق لنفسنا فرصة زي يقولك لعيب خلق فرصة من العدم خلق فرصة من اللي شيء ده صانع العاد إحنا لازم نعمل هذا الكلام أنا عايز أعرف الناس اللي بتنتقد السياسة الاقتصادية المصدية الناس كتير دلوقتي طلعوا بيتكلموا في انتقاد شديد للسياسة الاقتصادية المصرية أو الإدارة الاقتصادية المصرية وبينسعب هذا إلى الهجوم على الدولة والسياسة الدولة وكل اللي بيجري في مصر بسألوا بقول يعني يعني أنتو فجأة صحيتوا لقيتوا أنه الدنيا مش كويسة ولا إحنا طيب إحنا بقالنا ثمان سنين شغالين والشغل بيطلع من خلال مؤشرات دولية بتتقال بنقولها سواء اللي إحنا حقنا في معدلة نموه أو في النتج المحل الإجمال للنموه بتاعه أو البطالة أو التضخم أو الفائد الأولي كل الحاجات دي معلنة بالمناسبة خد بالك لو كان اقتصادك ماشي غلط خلال السنوات اللي فاتت ما كانش حد هتديك جنيه تمويل وبعدين التمويل ده مش عيب يعني وحد يقولك يعني أنت جايب الفلوس منين من التمويل يعني من قروض يا سيدي ما أنا بشتغل وأنا مش باكل بالفلوس أصلا أنا بعمل بالفلوس بنية تحتية موجودة للأجيال الأجيال فبالتالي أنت أنا متحمل الفاتورة دلوقتي سياسية متحمل الفاتورة اجتماعية بتحمل الفاتورة لأنه لأول مرة في تاريخ مصر بيبقى الأعداء الحقيقيين مش مستعمرين ولا حاجة ده ناس بيكرهوك كده بيكرهوا البلد بشكل مطلق سواء اتعمل خير كارهينه اتعمل حاجة كويسة كارهينها لأنه هم أصلا بيقولوا أنه يا إما احنا فيها ونحكمها يا إما احنا مش عايزين تبقى موجودة خلينا نمشي لقدام وأنا بقول أنه الاقتصاد بتاعنا بالمؤشرات اللي اتقالت اللي بالمناسبة مش قالها مسؤول بس في الدولة المصرية مع كامل احترامنا للجميع اللي أنه المؤسسات الدولية بتقول هذا كلام لكن إن كان فيه مخاوف من أثار الحرب بالروسية الأوكرانية ومخاوف من مشكلة الغذاء ومخاوف من مشكلة التضخم والناس لما بتخاف تقولك لو الغذاء تأسر وطاقة أسرت وحياة الناس بقت صعبة الناس هتتحرك تعمل المشكلة ففيه ممكن تبقى فيه القلق الاجتماعية بيقوله هذا كلام والكلام ده ممكن يكون له شكل تنبؤ علمي أو نوع من المخاوف الاقتصادية للمستثمرين أو نوع من محاولة استشراف المستقبل القريب محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل في العالم كله لأنه عندنا فترة اسمها فترة اللا يقين فترة أكبر الاقتصاديين يفشل عن التنبؤ لأنه فيه حالة ضبابية موجودة محدش عارف الحربة تخلص إمتى محدش عارف مين اللي بيدير الحربة أصلا محدش عارف مين اللي بيدير الكون محدش عارف المناخ هيتحرك فين والحرائق تروح فين محدش فاهم محدش عارف محدش شايف فبالتالي إحنا ماشيين زي المتغمي عينه وبتحرك ومش شايف زي زي ما قلت قبل كده قطة سوداء في غرفة مظلمة إحنا مش شايفين قدامنا فبنحاول نتحرك ونعتمد على أنفسنا وإحنا بندير موضوعاتنا ومشروعاتنا وقضيانا يطلع حد يشاكك فيه بالكلية يقول لك لا ده أنت فاشل خالص ده أنت مش عارف ده أنت فجأة يقول لك هذا الكلام وأنا بقول العبرة الأساسية بتماسك هذا الشعب الشعب اللي مر بكل الأزمات شعب اللي تحمل كل الأزمات شعب اللي أبطل ومفعول كل المؤامرات الشعب اللي بيدفع تمن كبير جدا لأفعال بعض من أبنائه المارقين الشعب ده شعب عظيم الشعب ده شعب بيفهم الشعب آه بيزعل بيغضب بيتدايق بيحس أن ظروفه صعبة بيفطفض بيقول كلمتين لكنه في الآخر بيحب بلده يعني أنا بقعد مع ناس ممكن يزعل يكون زعلان زعل أنه ظروفي صعبة وجيبي ما فيهوش وكذا كل الناس من حقها تقول لكن في الآخر دول مخلصين وبيحبوا برضو بلدهم زي الأم اللي تقولك أدع على أولادي وأقرأ اللي يقول أمين هو نفس القصة خلينا خلينا نتعامل في المرحلة دي بمزيد من السقة نسق في من يدير ونحسن الظن بهم وندعي لهم ونشتغل ونشمر إحنا مش عادينا من نتفرج أسطنتا لما تقولي منشوف الحكومة هتعمل إيه هي الحكومة عمرها ما هتسقف لوحدها الحكومة محتاج قطاع خاص والقطاع الخاص محتاج قطاع مدن مكتمع مدن والمكتمع المدني محتاج مكتمع والمكتمع هتنم محتاج كل دول كلنا مع بعض نقدر نعمل حاج واحد لوحده مش هقدر يعمل حاج